اليوم رح نحكي عن فين بدور أحديثه بفترة الخمسينيات حيث كان المتوقع من كل النساء أن تكون فاعلات بالمجتمع عبر الزواج وتربية وتنشئة الأطفال وبالتالي هيدا كان حلم كل فتاة عيشت بهذه المرحلة بس شو ممكن يصير لما توصل أستاذة جامعية على كلية خاصة بالبنات وحاملة مع أفكار جديدة موناليزا سمايل بخبر قصة كاترين واتسون وهي أستاذة جامعية متخصصة بالفنون تصل على هالكلية لتعلم مدة تاريخ الفن بأول حصة لقلة بتكتشف واتسون أنه بكل تلميذ هالصاف حافظين المنهج عن الغايب فبتقرر أنه تعرفهم على الفن المعاصر وخلال هيدا تجربة رح تتقرب أكتر من تلميذة لتشوف أنه معظمهم ما عندهم حلم تاني غير الزواج والعديد منهم بيعتبروا الامرأة درجة تانية وتابعة على الرجل فبتحارب واتسون بكل قوتها من أجل المساوات بين الجنسين وبيكون إلى تأثير كتير كبير على طلابه بعد ما تخليوني يشوفوا أنه مستقبلهم بيحمل إمكانات أكتر من مجرد أنه يصيروا زوجات تتعرض واتسون لمضايقات كتيرة وانتقادات أكتر من قبل بعض أساتذة الكلية والإدارة وحتى المجتمع بس بالنهاية رح تقدر تأثر بطريقة إيجابية على الكلية وعلى الطلابه وبينطلب مننا أن أتكمل بإعطاء صفوف بس واتسون يلي حست أنه مهمتها خلصت هون بتقرر تترك الكلية وتسافر حتى تكتشف أوروبا الفيلم من إخراج مايك نويل كتابة لورنس كولر ومارك روزنفيل وطولة جوليا روبرتز إنتاج كولومبيا بيكتشورز ريفوليوشن ستوديوز رادون فيلمز بروداكشنز الفيلم نزل على الأسواء سنة 2003 أكيد بيستهل أن نكون بمكتبتكم السينمائية لهون بتخلص فقارتنا بشوفكم الجمعة الجاي مع فيلم جديد